بص يا دكتور أنا زوجة تانية وللأسف أنا مش حاسة أن أنا متجوزة إطلاقا أنت متجوزة بقليك كم سنة؟ تلات سنين تلات سنين والزوجة الأولى بقلها كم سنة معي؟ بقلها 14 سنة 14 سنة عنده منها أولاد؟ بنت وقت بس طيما وانت عندك أولاد؟ أنا عندي ما شاء الله عندي أتنين بنت وولد عندك بنت وولد؟ طيق وليلي بقى إيه المشكلة؟ من ناحية أنه موجود هو ماليش موجود خالص في حياتي يعني حتى من ناحية الولاد ما بيشوفهوش أنا مثلا أنه هو مقسم الأسبوع هي ثلاث أيام وأنا ثلاث أيام واليوم السابع بيرح فيه؟ سابع يوم دا عنده مش هقولك عندهم مبقى؟ متوقع لا مش عنده ممت هو مثلا بيبقى زي مثلا هي خمسة وجمعة وأنا الأسبوع اللي بعده جمعة وسبب أه فهمت كويس أه بيتأثن كده المهم أن أنا في يومي هو بيجيب للمتأخر جدا بيكون أحمر كل مننا أساسا وبيمشي الصبح بدي أه يعني أنا مفتقدة بوجود صوت حياتي يعني ما بيعودش معايك وما تتقبلوش ما فيش كلام ما فيش حوار ما فيش علاقة خاصة؟ خالص خالص والله يا دكتور حتى من التصور أحيانا بيوحسني صوته أحب أتكلمه يقولي ما تتصليش بي ما تتصليش أنا ما بيحبكيش تتصلي علي ما تتصليش في الأيام اللي هو مع الزوجة الأولى فيها ممكن كده يعني؟ لا لا عمتا خالص خالص في نفس الوقت هي ممكن تتكلمه هو قاعد جندي أيوة يا حديث قلبي أيوة يا روح قلبي الكلام ده كله أنا ست برضو تمام وكمال لما أنا مثلا ممكن أتكلمه محتاجه ضروري أو حتى لو هو موجود واضطر من هو يرد علي نعم عايزة إيه بحسب الهانة بجد يعني طب ليه ما كلمتهوش يا سلمة في حاجة زي كده يا خبر أبيض يا خبر أبيض بقالي ثلاث سنين بكلمه في الكلام ده رد فعله بيقول لك يعني بيبرر موقوف بإيه لو يعني بيقول لي أنا حر وبراحتي أعمل لما عايزه أقعد في المكان اللي يريحني والله ما بيقعدش مع أنا على الأكل بطلاقا مالوش خدوم هنا مالوش أي حاجة خالص أنا مش عايش في أصلا لازميتي إيه في حياته أنا معرفش طيب وكمان يعني أذيك المفاجأ أنا جالي تمامه خطيب طب هو كان تزوك عشان الأولاد يعني عشان يجيب أولاد آه يا رب أبسط مثال لما مثلا ابن الصغير كان تعبين بيقول لي أنا تعبين بيقول لي يعني نعمل إيه ما يفيش مسؤولات خط أي حاجة خالص وحاجة كمان من نفس المفاجأة المؤثر مع أنا جامد أنا فكرت كتير أول ما أنا بخص لأنه ما بقيت ما بقيت حاملة أنت بتحبيه بتحبيه يا سلمة أنت بتحبيه أولا ما بحبه هتحمل إيه تبني ليه جميل هو قولي لي كيف معاملته مع أولاده بيعد يتكلم معهم حنون معاهم بصي أنا مش عارفة لو وليك ده إذا كان صحة ولا غلق هو لما بيحب يقعد مع الولاد بيجي ياخدهم مني يروح يقعد مع المراته بأولاده أنا يحب يخرج مشوار يروح ياخد الولاد يروح مع المراته ويروح ويخرجه أنا ما فيش خروج معي خالص ما فيش كلام معي خالص ما فيش قاعدة معي خالص قاله طب وقعد معي عايزة كلم معي طب عايزة برضو أكد على حاجة يا سلمة عايزة أكد على حاجة أنت بتقوليه إن هو لما بيجي بيجي وانتوا نايمين وبيمشي الصبح وانتوا برضو لسه نايمين وما بيبقاش فيه حوار ولا فيه كلام ده ما بينك الحوار بينك وما بينه مش موجود والعلاقة الخاصة مقطوع على اتنين دول صحي كده؟ طيب اسمعين يا حبيبتي اسمعين طبعا يعني يعني أنا بخاطب كل الراجل بيفكر يتجاوز زوجة تانية أنت اتفقت مع زوجتك الأولى أنك تتزوج وهي موافقة وعلشان عندك أولاد أو عشان تجيبوا أولاد والكلام ده بس اللي أنت خدتها دي بنا أدمة اللي أنت خدتها دي بنا أدمة إنسانة لها مشاعر وحبتك هي لو ما كانتش بتحبك ما كانتش استحملت فعشان يا ابني تعرف تكمل ويبقى عيالك اللي أنت كان نفسك فيهم دول وأن ربنا يرزقك إياهم الحمد لله يا ربنا أنا عم عليك بالنعمة دي حق شكر النعمة العمل وعملوا آلة داودة شكرا إمام وخطيب يعني أنت فاهم اللي أنا بقول إنك تعمل الأمر إزاي يعني تعمل إيه لما راعي نفسية الأم اللي في البيت لما راعي نفسية زوجتي تراعيلي البيت كله الأولاد بيتربوا كويس نفسيتهم حلوة هي كمان معاك مش خلاص هي كان مجرد استغفر الله معون زي ما بيقولوا كده في العمية دا أنت معون والله سمعت الكلمة دي مرة زوج بيقولها لزوجته للأولاد وخلاص جابت الأولاد اللي أنت عايزها لا ليه دي بشر دي إنسانة تحسب عنها وعن قلبها وهي بتحبك دا أناك وياساعدك يعني مش كرهاك يعني الرجل يعني يتمنى أنه تبقى في حياته أي عم دا هاروز واحدة هو واحدة اللي أولى بتحبك يعني حاجة جميلة يعني ليه 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 تحط حاجز ليه مأمور بالعدل العدل في المبيت والمرعاة حتى تديها حتى يوم التلات أيام أنا بتكلم معاك فيه أنت فرحان بعيالك ما هو عيالك من زوجتك دي من اللي هي دي اللي الرضية إنها تبقى زوجة تانية واللي هي الرضية كذا وإنت عشمتها وأكيد هنجيب عيالها وحاسة أنها تبقى فيها يعيشها سوية معاها تاخد العيال وتروح للأولانية يا سيدي وماله بتفرحها وكله بس يا برضو من حقها نقول أولادها ما تخرج معاها حسسها بأنصتها أنها واحدة ست لكن مقصر في المبيت اللي ما بتدهاش حقها الشرعي أو احتياجاتها ودي واحدة متزوجة يعني خلاص عرفت ولا حق العشرة المعشرة والكلام الطيب والكلام ده لأ لأ أنت كده تحاسب طب إنتي تعملي إيه أعودي معاها بنتي بالحب اللي أنا سمعها في صوتك ده أعودي معاها وليущ succű مش تعودي معاها بناقول وخلاص أنا حرة أعود في الحتة لأنا بقول لكش ما تروح ما تعودش وما انت خليك النسحة برضه في الكلام لهم بيلفلفوا الكلام الله مبارك يعني أمي أقول لا أنا أعود في المكان أنا أتكلم في الوقت اللي أنت معاي فيه الوقت اللي أنت معاي فيه معذرة أنا عايزة في حق كلام بتكلم معي. رأى أكلم مين أنا. يعني أنا سيبني كده أما قاعد أنا إيه يعني. لأ. وأمر عيالك. لنا مرة حتى في الشهر نخرج أنا وإنت وعيالك. يلا لما يروح كوفيد دوت ويروح كورونا. خلاص. إحنا نمشي. ونخرج. أنا وأنا وأنت والأولاد. ده حقك. وتقعد معي. وبعدين أنا. في معلش. أنا ليه مرة في كل أربعة أيام. أنت بجيلي التلات أيام. على الأقل يبقى فيه مرتين علاقة خاصة بينك وما بينه. أو المستطاع أو الأمر اللي أنتم متعودين عليه. قولي له دوت ده حق. أطلبي. أطلبي لأيني دي حقك. بس بالراحة. وبصوت هادي. قولي له دي احتياجات أنت محتاجها حقيقة. وهو قصر فيها تسأل إيه أمام الله عز وجل. قولي له القعدة دي مش أطلع منها غير أن أنت دلوقتي أمام الله تقول لي أن أنت التلات حاجات لأن تلاتهم ده حقي. اللي أنا بقوله لك ده. أن أنت هتنفزه. سمع الكلام يا بنتي ألف نهار مبروك. ما سمعشي الكلام بتجيبي الوسيط اللي دخل. أهو بوكي فين؟ عمك فين؟ عائلتك فين؟ والله يا جماعة أنا أعدى الواحد. بكلم نفسي. لا. لأ. لأن ما هو علشان الزوجة تعرف تكمل. مش بقى أعدى خلاص. ويعملي بقى وير. لا. 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 الوضع الأيام دي والوضع الواقع دلوقتي خلاف زمان. زمانها في بيتها. وكله قاعد في بيته. لكن دلوقتي لا. ده الدنيا مفتوحة. والعالم مفتوح. لازم أراعي متغيرات العصر. فتشوف كبير العيلة. ده بس خد الخطوة الأولانية. وبالراحة تصلي رقعتين. طالب حاجة أن ربنا شرح صدره لأنتي. يا تقوليه. يجيب لك قلبه كده مجرجر ليك. أدو الله سبحانه وتعالى يا رب يسلح لك الحال. يا سلمة. واتصل تاني وتقول الدنيا. بقى التمام.